لنتحدث قليلاً عن السينيما هل ترى هذا المشهد؟ هل ترى التناسق بين الممثل والديكور؟ هل تتخيل أن الممثل واقف أمام شاشة تعرض تصميماً أنتجه برنامجاً لصناعة الألعاب؟ أنا ضياء الدين وهذه السينيما من أهم عناصر الصناعة السينمائية الديكور جزء كبير من ميزانية الأفلام تصرف في هذا الجانب بداية بجوالات البحث عن المكان المناسب لمخيلة السيناريس ثم كراء المكان أو شرائه أو حتى تعديله أو بنائه في بعض الأحيان بمبالغ خيالية يمكن أن تتعدى ميزانية مدن إعلامية كاملة لكن ظهرت مؤخراً تكنولوجيا حلت مشكلة الديكور من جذورها بطريقة ذكية وغير مكلفة تطورت صناعة الأفلام إلى درجة الأبعاد الثلاثية كما شاهدنا في تحفة جيميس كاميرون أفاتار هذا الفيلم الذي حقق أكثر من ملياري دولار ومنح المشاهدين فرصة الدخول إلى المشهد السينمائي وعيش القصة من جميع أبعادها تغيرت السينما أكثر إلى استعمال نظارة الفي آر هذه في تجربة المشاهدة بصيغة 360 درجة ما تحدثنا عنه يتعلق بالمشاهد بالدرجة الأولى لكن ما رأيك في حدوث هذا داخل استوديوهات التصوير؟ تكنولوجيا جديدة بوادرها ظهرت من ثلاث سنوات واستمرت في التطور إلى أن وصلت إلى هذه الدرجة كاميرات خاصة تصور الممثلين في ديكور واحد ولكن هذا المكان يتغير والخلفية تتغير وعناصر الصورة أيضا فكيف تعمل هذه التكنولوجيا؟